كلام كتير كانت قال لفترة اللي فاتت عن عمار حمدي وامكانية رحيله فشانا اقول لك الموقف الراهن ايه بالتفاصيل بتاعته عمار حمدي مستمر وباقي في النادي الاهلي وبدعم وبدعم كبير جدا جدا سوى من بيتسو موسيماني او حتى كمان من الجهاز الفني بالكامل وكابتن سايد عبدالحافيز القصة باختصار انه عمار يبحث عن المشاركة وده امر طبيعي جدا ايه لعب كرة في الدنيا تسأله عايز ايه يقول لك عايز ايه لعب فترة اللي فاتت انتشه الكلام كتير جدا عن امكانية او فكرة خروج عمار حمدي على سبيل الاعارة القول والفصل في هذا الموضوع في هذا التوقيت انا اكلم في سياتك انه بيتسو موسيماني متمسك بعمار حمدي وببقاءه وايضا كمان الكلام مع اللاعب على منح فرص اكتر خلال الفرص خلال الفترة اللي جاية واللي بدأت من مباراة اليوم اذا خلينا احطك قدام امر مهم جدا انه عمار حمدي مستمر مع النادي الاهلي مش عايز اقول كلمة وعد لانه فيش حاجة اسمها في الكرة وعد انما فيه في الكرة امكانية الاشراك وامكانية اتاحة الفرصة كلما كان بالامكان ده علشان اللاعب يظهر وعلشان اللاعب يكون متواجد او بمعنى اصح يعني يبقى له دور في الفريق وده اللي بيبحث عنه عمار اه حمدي وبالتالي اللاعب نكمل اللاعب متواجد مع النادي الاهلي اشتركوا في القناة